السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنعرض درسا من دروس أدب الصف الثاني الثانوي وهو بعنوان الشعر والخطابة في صدر الإسلام في البداية بما تميز الشعر في عصر صدر الإسلام أول حاجة سهورة الألفاظ والبعد عن الألفاظ المغلة في الغرابة الأوزان والأخيلة ونظام القصيدة ظل كما كان في العصر الجاهلي اختار الشعراء المعاني التي تتفق مع روح الإسلام ما أسباب تعرض الشعر في عصر صدر الإسلام إلى التغيير والتحول 1. انبهار العرب ببلاغة الكرآن 2. انشغال العرب بالفتوحات 3. محاربة الإسلام للعصبيات 4. معارضة الإسلام للغزل الفاحش 5. تحريم الإسلام للخمر 5. معارضة الإسلام للهجاء القبلي 6. سقوط منزلة الشعراء المتكسبين بالشعر 7. ظهور موضوعات جديدة مثل شعر الزهد وشعر الدعوة إلى الإسلام 8. ما أسباب ازدهار الخطابة في عصر صدر الإسلام 9. الإسلام كان ثورة على كل جوانب الحياة مما ساعد على ازدهار الخطابة 10. كانت الخطابة وسيلة من أهم الوسائل التي اعتمدت عليها الدعوة الإسلامية 11. الإقناع والتأثير والدعوة إلى الجهاد ونشر الدين والترغيب والترهيب والوعظ والإرشاد والهدايا 11. وآخيرا الرد على الخصوم وضحض الشبهات وتقديم الحجج والبراهين الدامغة 12. الجزئية لبعدك يا شباب مموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الخطابة 13. أول حاجة جعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة للدعوة إلى مبادئ الدين الحنيف 14. اتخذها عدة له في كل الأمور فيبين من خلالها الأحكام 15. قدم من خلالها المواعظ كما في خطبة الوداع 16. موقف الخلفاء الرشدين من الخطابة 17. قد اقتدى الخلفاء الرشدون بالرسول صلى الله عليه وسلم في الخطابة 18. فوجدناهم يتناولون في خطبهم ما تناوله الرسول صلى الله عليه وسلم 19. بل زادوا عليه واقتحموا بها ميادين جديدة تتفق وظروف الحياة 20. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 21. فقد جاءت موضوعات سجلها التاريخ الإسلامي 22. مثل الخلاف بين المهاجرين والأنصار على الخلافة 23. الردة في عهد أبي بكر الصديق 24. اتساع الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفتين 25. عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما 26. ما خصاص الخطبة في صدر الإسلام؟ 26. البدء بالحمد والسلام سهولة الألفاظ تنوع الأسليب معنيها مستمدة من الكرآن الكريم والحديث الشريف مواكبتها للأحداث ترابط الأفكار 27. معي يا شباب 28. عايزين نعرف ما الوصية؟ 29. ايه تعريف الوصية؟ 30. فن النثري قديم عرفه العرب في الجاهلية وتناولوا فيه بعض جوانب حياتهم الاجتماعية والدينية 30. ولا عجب في أن نجدها تنساب على ألسنتهم بديهة ورتجالا كالخطبة تماما 31. آخر حاجة في موضوعنا النهاردة إن شاء الله 32. عايزين نعرف أنواع الوصية وبأي شيء تأثرت 32. ظهرت منها في صدر الإسلام الوصية الدينية والسياسية والاجتماعية 33. وقد كثرت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والخلفاء 34. وتأثرت بأسلوب الكرآن الكريم كما تأثرت الخطبة من قبل 35. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 35. ترجمة نانسي قنقر